بسم الله الرحمن الرحيم السادة المشاهدين في مصر والوطن العربي والدنيا كلها السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم في برنامج عيادة علاج الألم في البداية أحب أعرفكم بنفسي أنا دكتور أحمد حجاب أستاذ مساعد واستشاري علاج الألم والتخدير كلية طبق جامعة الزازي زمالة علاج الألم بالتداخل المحدود بدون جراحة من الولايات المتحدة الأمريكية احنا عنوان حلقتنا النهاردة على تخصص علاج الألم احنا بيجينا تسؤالات كتير على صفحة الفيسبوك بتاعتنا أو الواتس آب حاجة بتخص علاج الألم على أساس أن احنا تخصص دايق إلى حد ما جديد أو يعتبر حديث نسبيا فاحنا هنحاول نغطي عموما التساؤلات دي وبعد كده في حلقات إن شاء الله ممكن نبقى نفصل التخصص علاج الألم لكل الأمراض اللي احنا بالعلاج لكن حلقتنا النهاردة هتبقى حلقة عامة عن تخصص علاج الألم أول حاجة هنتكلم عن نشأة علاج الألم العلاج الألم بدأ في العالم إزاي تاني سؤاله ده اللي بتسأل كتير إنت المريض يروح لدكتور علاج الألم أنا عندي ألم أختار أروح لدكتور العظام ولا دكتور الجراحة ولا دكتور المخ وعصاب ولا دكتور علاج الألم أنا محتار فده سؤال مهم ومديسأله كتير عشان كده هنركز عليه رقم 3 هنتكلم عن الخدمات اللي بتقدمها عيادة الألم للمرض إيه الحاجات إن المريض لما يبقى عنده القصة دي يروح لدكتور علاج الألم آخر حاجة الإجراءات بتاعتنا أنا أقدر أساعد مريض علاج الألم بإيه تمام أول حاجة سريعا كده نبذر عن نشأة علاج الألم هو علاج الألم في القرون السابقة يعني سنة 1900 و1800 كان فيه محاولات فردية يعالجوا بيها الألم يعني سنة 1804 مثلا استخلصوا المورفين من ظهرة الأوبيم بحيث إن هم يسكنوا بيها الألم المزمنة للإصابات والحروب القصرية سنة 1855 برضو اخترعوا عقار موضعي للتخدير موضعي اسمه كوكين وكان بيحنوه موضعيا في أماكن الإصابة عشان يسكن الألم لكن فكرة إن أنا هم مكنوش يعرفوا إن الكوكين ده بيعمل نوع من أنواع الإدمان ويعرفوه بعد كده بعد كده ما بقاش يعني أول منظمة أو أول رابطة دولية لدراسة الألم أنشئت سنة 1960 وكان اسمها الأياسب اللي هو الانترناشنال أسسيشن أوف ستادي أوف بين دي أول منظمة أو أول رابطة دولية لدراسة الألم يعني بداية البرانش أو بداية التخصص الحقيقي في العالم كله كان 1960 وده يعتبر في التخصصات تخصص حديث نسبي بعد كده بدأ ينتشر بدأ يدخل البلاد كلها بدأ يدخل مصر وبدأ ينتشر في المحافظات يعني السؤال المهم وده هنبقى حارسين نحن نركز شغلين عليه إمتى المريض يروح لاستشارة علاج الألم أنا عندي ألم إمتى أخد قرار أنه ننزل وحجز مع دكتور علاج الألم عشان أروحه مبدئيا كده كل الأطباء بتعالج الألم مع دكتور الجراحة العامة بيعالج الألم عن طريق زي الزايدة مثلا بيستقصل الزايدة أو المرارة دكتور العزام بيصلح القصور فبيعالج الألم دكتور القلب بيعمل دعامات للقلب وبيفتح الشرايين فبيعالج الألم على ألم الزاحة الصدرية طبعا أنت دورك إيه يا دكتور علاج الألم في المنظومة دي ما أنا محتار أروح لدكتور القلب ولا جيلك ولا روح لدكتور العزام ولا هو دكتور مخاصر مبدئيا الدكترة بتعالج الألم عن طريق أنه بيتارجت السبب بيعالج السبب يدور على السبب ويعالجه أنا عندي زايدة هستقصل زايدة عليك الألم يبقى ده الأساس عندي كسور مش هروح لدكتور القلب هروح لدكتور العزام عندي زايدة صدرية وهلوم مجر إمتى روح لدكتور القلب لما يبقى فيه مشكلة في التعامل مع السبب السبب ده أنا مش عارف يا إما أنا مش قادر أحدده يا إما السبب نفسه مش عارف أعالجه وأشهر مثال الأورام السرطانية ده أشهر مثال وأسهل مثال نقوله إن مريض عنده سبب واضح هو بس الأورام السرطانية متقدمة لدرجة إن أنا خلاص العلاج بتاعه السببي مش قادر أعالجه خلاص لا نافع فيه عملية جراحية ولا نافع فيه علاج إشعاية ولكن ماوي إحنا بس يا دكتور عاوزين نسكن آلامه دي بداية شغل العلاج للألم بعد كده الخدمات بتاعتنا بدأت تزيد لما لاقوا فيه نجاح في علاج آلام الأورام طب تم فيه أمراض تانية كتير مش قادرين نتعامل مع السبب زي الخشونة المتقدمة في الركبة والمريضة عنده مشكلة مش قادرين عملية زي مشاكل في الغضروف مشاكل في الفقرات مشاكل في التهابات الأعصاب الترفيئة وهلما جرى بدأ الموضوع بدأ بالأورام السرطانية بعد كده بدأنا مجال علاج الألم يفتح فيه كل الاتجاهات طيب يعني أنتو يا دكتور عملكم بتتعامل مع السبب لا بدأ مجال علاج الألم لأنه بدأ يتطور بدأ يتعامل مع بعض الأسباب يعني الأساس بتاعنا إن احنا لا مش هنعالج السبب الأورام ده أنا مش هعالف علاجة الخشونة ده مش هعالف علاجة أنا هسكن الآلام هدخل على أعصاب معينة وأشتغل عليها أسكن الآلام أودها أدوية بالفام لكن في بعض الآلام لما العلم بيتطور مع الوقت إن أنا بدأت أتعامل مع بعض الأسباب البسيطة ومن المتوسطة زي إيه؟ زي مثلا واحد عنده غضروف بسيط لا يستطيع التدخل الجراح بس مدايق العيان بندخل نعمل حاجة تكنيك اسمه شفط نواة الوضروف جزء من نواة الوضروف أقلل حجم الضغط جبال العصب التهاب في العصب اللي مش مستطيع تدخل الجراح ادخل إحقن على العصب ده التهابات في أي مكان في الجسم قطع في الوطر قطع بسيط مش قطع جراحي مش قطع كامل بيحسن نلحة الجراحة قطع بسيط التهابات في الأوطار وهلما جرى حاجات ممكن نبدأ نتعامل مع السبب طيب أنا توهد منك كده دكتور أنا عاوز أعرف الديني ثلاث أربع حاجات كده عرف أنا روح لدكتور الألم إزاي أول حاجة ألم شديد أو ألم مزمن يبقى راقم واحد يبقى لازم يبقى عندي ألم أنا تخصص عليك ألم شديد واحد راقم اتنين مزمن غير مستجيب على الدواء خلاص الإجراء الدواء إيه أنا مستجيب مستجيب استخدمت كل الأدوية يا دكتور بيجينا أنا استخدم كل الأدوية اللي موجودة في السوق مضادة الاتهابات مرخي العضلات أو بسط العضلات أدوية العصاب أدوية أدوية وما فيش حاجة جاي من نتيجة تاني حاجة الضلع التاني بقى للمعادلة إن ملوش تداخل علاجي لعلاج الألم يعني تداخل جراحي مش هينفعني طب هروح فين هعيش بألمي يبقى هروح لاستشارة لعلاج الألم وكل حاجة من دول تحتيحة حاجات يعني العلاج الدواء مش هينفعني إزاي يا إلا أنا مليش دواء زي الأورام السرطانية يا إلا ممنوع علي الدواء يعني الناس اللي عندهم لقد الله قصور في الشرياني التاجي مشاكل في الكلا مشاكل في الكبد مشاكل في المعدة ده مريض مزمن ما يقدرش ياخد مسكنات ما يقدرش ياخد مضادات الاتهابات طب هيعيش بألمه لا هنشوف له حل طيب مريض خد الأدوية وما جابش أي نتيجة الأدوية خد كل الأدوية ما جابش نتيجة بقى إنها واحد مالوش دواء زي الأورام واحد اتنين ممنوع من الأدوية رقم ثلاثة خدت الأدوية وما جابش نتيجة رقم أربعة خدت الأدوية حصل لها أعراض جانبية واحد عنده عصب خامس وخد دواء للأعصاب بدأ يأثر على الكبد هنسيب الدواء هنسيب الدواء للألم هيزيد يبقى نبدأ ندخل عليك تداخل محدود طيب الناحية التانية من الجراحة الجراحة ما تنفعنيش إزاي واحد إن أنا الموضوع ده مش محتاج جراح الجراحة هتبقى أعنف من إن أنا أسكن أسكن الألم هروح أشيل غضروف صغير كده بس أعور كل الأنسيجة اللي وراء لا أنا مش مستاهل والجراح بيقولون كده بيقولون لأ أنت مش مستاهل لعملية جراحية أو إن أنا ممنوع من الجراحة نفس الفكر إن أنا ممنوع من الجراح ممنوع من الجراحة دي يعني إيه واحد عنده لو قد درانه مشاكل في القلب مشاكل في الكلا في الكبد منظومة معروفة اسمها متلازمة فشل العملية الجراحية وليها نسبة ان انا عامل عملية بيرفكت وزي الفلو دا بس المريض ما استفقتش من العملية هنسيبه بالامه لا دا يبدأ يدخل للدكتور علاج الالم اخر حاجة مضاعفات الجراح عمل جراحة وحصل منها مضاعفات وعنده الام شديدة والالام بدأت تبقى ازد من الطبيعة هنعمل ايه خلاص احنا جبنا من الاخر طب حلها ان هو يبدأ للدكتور يروح لدكتور متخصص في علاج الالم عشان يسكن لي الايه الالم بتاعه تمام طيب السؤال التالت ان انا الموضوع التالت اللي هنكلم فيه ايه الخدمات اللي احنا عرفنا السكيل خلاص السكيلتون بتاع علاج الالم اي المزمن او الم شديد مش مستجيب للأدوية وملوش ومش هينفع التدخل الجراحة او اي تدخل ليه طب ده وظيفتنا دكتور انت هتقدر تعالجني ايه انواع الالم ان انت بتقدر تعالجها الم كتير بها اي الم مزمن من اول سبع رجل العين اول حاجة الام الظهر والرقبة والمفاصل بنشتخدمها طبعا هنفصل واحدة هقولها كلها سريعا لكن همسك واحدة واحدة ونتكلم فيها الام الرقبة الظهر المفاصل الام الغدروف الام الكسور والفقرات بس مش اي كسور فيه كسور فقرات لازم الجراحة اللي اشتغل فيها لكن فيه كسور فقرات بتبقى بسيطة مجرد جسم الفقرة يعني ايه يعني بنسميه كسر المضغوط لخي الفقرة كلها سليمة بيتحقن حقنا اسمع الحقنا الاسمنتية دكتور علاج الام علاج الام العصب الخامس والحزام الناري والصداع النصف علاج الام الاورام طبعا اتكلمنا عن القصة دي علاج الام بعد العمليات الجراحية اتكلمنا عليها من شوية علاج الام العصاب الترفي الاجراءات اللي احنا بنستخدمها زي التجميد الموضعي زي التردد الحراري زي حقن البلازمة الغنية بالصفاحة الدموية زي حقن البلولوثوراب اللي هو جلوكوز المركز حقن الأزون الطبي حقن استخدام الكرايو الكرايو ده اللي هو تجميد الأنسجة لأقل من 77 درجة مقوية عشان أوقف العصب ده عن الشغل بالذات لما يجب العصب حسي غير مسؤول عن الحرك علاج ألام الإصابات الشديدة وقصور الدورة الدموية طب انت هتساعد فيه في قصور الدورة الدموية قصور الدورة الدموية يبدأ يعالجها دكتور الأوعية الدموية طبعا لكن لما العلاج بتاعنا سواء جراحي أو دوائي ما يجبش النتيجة اللي أنا عاوزها ممكن نعمل تداخلات محدودة إن أنا أخضر العصب بتاع الدورة خلاص أنا مش قادر أجيب أكتر من كده هخضر العصب اللي بيغزي المنطقة اللي فيها قصور فالألام هتهدأ ممكن نكوي العصب السنبساوي اللي مسؤولي يفتح الأوعيات الدموية شوية ممكن نحط أسطرة على الأعصاب بحيث أنها منها موضعية لحد ما المشكلة بتاعة القصور دي تتحل هل؟ هنمسك حاجة حاجة أول حاجة ألام الفقرات ودي اللي منشوفها كتير ألام الفقرات العنقية الظاهرية دي أقل منها كتير ألام الفقرات القطنية ودي الأكتر إحنا بيشتغل معها زي حسب بندور على حاجة إحنا عكس الجراحة جراحة بيشيل الغضروف ويحل المشكلة الأساسية فكل مواضع للألم بتسترعيه لا إحنا الوضع مختلف أنا دكتور علاج للألم وظيفة لما يجيل العين بيدور على حاجة اسمها مواضع ومسببات الألم في العين أنا أثنين عينين غضروف زيين جايين زي بعض نفس الدرجة الغضروف ليفل مثلا أربعة خمسة أو ليفل الفايف اس ون وجاي بنفس الشاكوت لكن تلاقي العين دا شكوته حاجة وده شكوته حاجة تلاقي العين دا المين بتاعه شد عضلي الأساس بتاع شد عضل أو ضعفه في العضلقة واحد تلاقي المشكلة بتاعته إن الغضروف نفس بيوجع فيه تشققات جواه الغضروف واحد تلاقي المشكلة بتاعته دي IQ NotO الشوقي المشكلة الرابعة في بعض العيان بلاقي عنده فتحة خروج العصب فيها مشكلة التهابات في الأعصاب زي ما قلنا شد عضلة قبل كده التهابات في الأعصاب البينية اللي بين العضلة مشاكل في الأربط مشاكل فيه أن العضلات ضعيفة في عامزة قوي فدكتور علاج الألم بيحاول يشوف أنا خلاص المشكلة الأسية ما نعرف ومش يعني إيه لو قدرت تقرب منها زي ما قلنا هنسحب نشفة نواة الغضروف أو 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 لكن ما قدرتش قرب منها بشوف البيين جنريتور البيين جنريتور اللي هو مولئ أماكن توليد أنا بشوف العيان دي آه ده أنت عندك شد عضلي عندك حاجة اسمها بؤر عضلية عندك حاجة اسمها التهابات في جد العصب التهابات في الأعصاب الترافية ضعف في العضلات شد عضلي جامد وقد أتعامل معي كل حاجة من دول إجراء مناسب لي عشان كده ساعات كتير ده على الفيسبوك يقول لي شكوتي كذا وأنا عاوزك تعالجي يقول له آه مبدئيا ممكن ناخد فكرة لكن لازم حضرتك تنوّرنا عشان لازم أدور على حاجة اسمها البيين جنريتور لازم أدور على البيين جنريتور البيين جنريتور ده إننا ايه الحاجات المسببة للألم في العيان بعد ما دور على البينجينيو نيتو بدور على حاجة اسمها الباثولوجي أوبينجينيو نيتو ايه اللي بيحصل؟ العضلة دي هي سبب الالم ضعيفة ولا فيها تلايف ولا فيها بقر عضلية ولا فيها شد عضلي عنيف ولا الأعصاب البينية اللي بينها فيها انترابمنت أو شدة ده كل حاجة من دول لها عليك الإجراءات اللي ممكن نعملها زي ما قلت حقن الغضروف لو هو سبب الالم بالأزون أو تبخير الغضروف أو شفت نواية الغضروف شفت حتة من نواية الغضروف حاج ميزل زي ما يكون كرة كفر كده وأفضيها شوية فالضغط على العصب تقل حقن القناة الشوكية حقن جدور الأعصاب بتردد الحراري أو بدون تردد حراري حقن المفاصل الخلفية للعمود الفقري والعصاب المغزية لها حقن العضلات حقن الأعصاب البينية اللي بين العضلات حقن الأربطة والحقن ده لأنواع زي ما قلت لحضراتكو إحنا ممكن نبدأ به مسكنات عادية مخدر موضعي مرخيات العضلات زي الماغنيسيا ممكن أن حاجات تجدد الطب التجديدي ده أكثر حاجة على مستوى العالم دلوقتي أن احنا نتكلم على الطب التجديدي تجديد الأنسجة الناسج ده ضعيفة أنا عاوز أجدده اللي هو حقن البلازمة الغنية بالصفحة الدموية حقن الأزون الطبي حقن الخلال الجزعية البروري صرابيو ده أسهلهم ومحتاج جلسات أكتر شوية اللي هو الجلوكوز المركز ده كلها طرق نعالج بها آلام المرضى زي ما قلت لساعدتكو اللي هم مش محتاجين أو مش مستجبين على الأدوية ومالوش تدخل الجراحة ده بالنسبة للعمود الفقري طبعا حقن قصور الفقرات مش كل الفقرات المسكورة ينفع لها حقنة اسمنتية لا ده دي نسبة قليلة جدا من الناس بقولها كريتيريا معينة هشتغل عليها ما ينفعش أي مريض عنده فقري يجي يقول له أنا خايف من الجراحة وخايف من التثبيت أنا عاوز أحقن حقنة اسمنتية لا ما ينفعش لها كريتيريا أول حاجة اللي لازم فيه ثبات ده دكتور اللي بياخد القرار بقى الجسم الفقرة بس وقاس المضغوط وبقال له فترة صغيرة أقل من تثبيت شهور عشان لسا ما يكونش ليه يا قصة لازم دكتور علاج الألم يبص على ساعتك وياخد القرار طبعا العلاجات العصاب زي العصاب الخامس والحزام النار والصداع النصفي ده كلها بيتعامل بإجراء اسم التردد للحلال ده جهاز هنتكلم في حلقات تالية عن الحاجات دي كلها الجهاز ده عبارة عن جهاز بيطلع موجات كهرومغناطسية الموجات كهرومغناطسية أسهل حاجة زي موجات الراديو زي موجات المايكرو ويف بترددات معينة بحرارة معينة بويف لينس معينة المهم بالترددات دي وظيفتها يا إما لو استغلت بيه مستمر الحرارة بتاعلي أو أوصل تسانين درجة ما هو أعمل ديستركشور أنضمار للعصب اللي أنا عاوزه للعصب ده خلاص أنا مش ده حصب حسي ملوش دعوه بالحركة فأنا خلاص حامل تدمير للعصب أو أن أنا أقلل من نشاط العصب النقل للألم فيه ألياف العصب ده مثل زي سلك الكهرباء كده فيه ألياف كتير الألياف كلها كل حاجة منها مسؤولة عن حاجة فيه ألياف مسؤولة عن ألم المزمن ألياف مسؤولة عن ألم الحاد ألياف مسؤولة عن الإحساس والإحساس دي برضو دي فيه الحاجات بتاعة الحرارة وفيه حاجات بتاعة الضغط فيه الألياف المسؤولة عن الشد العضل وفيه ألياف المسؤولة عن الحركة فالتراضد الحراري بشعر للافة النقلة للألم المزمي اللي هو السي فايبر تمام كده بنستخدمها في بعض الناس اللي هو التراضد الحراري النابض عشان كده بعض الأسئلة بتجينا على الصفحة بتاعتنا التراضد الحراري ايه الفرق من التراضد الحراري المستمر اللي هو بيكوي العصب او بينما العصب والتراضد الحراري اللي هو بالنابض اللي هو مسؤول عن تسكين الألم بيهدي من التراضد الحراري اللي بيكوي هو بيكوي العصب كله وانا طبعا العصب ده مش غير مسؤول عن الحركة وانا خلاص فانا ومسبب آلام شديدة خلاص انا مضطر اعمله كي زي دكتور الاسنين كده لما يعمل شغله وبعدين في الاخر يقول لك لا انا هنشتغل على العصب بقى خلاص لازم العصب ده يتوقف عن العمل وهو ما بيأثرش على الحركة عشان يساكن آلام النقطة التانية اللي هو ترد الحرارة النابض انا عصب زي جدر العصب القطني مثلا عصب ليه علاقة بالحرقة وليه علاقة انت لو عملت له ديستراكشن او دمرته هيحصل لي مشكلة احنا بنعمل ترد حرارة النابض بيشتغل بس على الالياف اللي نقل للالم المزمن اللي هي السي فايبر نعمل الالياف اللي ما يشتغل في العصب بيشتغل عليها تمام كده طيب ايه الحاجات التانية اللي بيشتغل عليها طبعا الالام اللي حد بده عملية جراحية طبعا لازم برضو نعرف السبب لأسباب كتير جدا لازم اشوف المريض واخر منه تاريخ مرضي مفصل وانعمل له حاجة اسمها بين السيسمين تقييم للالم نوع الالم بتاعه بقى له قد ايه بالمهار ولا بالليل بيزيد امتى بيقل امتى الحاجات المؤسرة اللي فيه الحاجات دي كلها مهمة عشان اعرف اوصل لنوع الالم النوع الالم عندناها كتير جدا من اول المكان اللي بيتقلم لحدد القشرة المخيم اللي بتحس بالالم يعني مفصل مثلا حنمشك عضو زي الركبة مثلا الركبة بكل الانسجة اللي جواها ربط الصليب امامي خلفي غضروف جزء من العضب سينوفيام اللي هو الغشاء السينوفي السائل السينوفي دي كلها اسباب تسبب قلم الاربطة الداخلي والخارجي الاوطار اللي حواليها واكبر وطن اللي هو وطن العضلة الربعية الامامية الاوطار الجانبية لها الاوطار الخلفية الاعصاب الحسية الصغيرة المحيطة بالركبة تسميع من اي مكانه وراء زي الضهر او المفصل العجز والحقوفي او المفصل الفقد يسمعلي في الركبة ساعات ما عاد العيان مع الالم المزمن يحصل له حالات من episodes of an excited disorder or depression disorder اللي هو التوتر والشدة وقلة النوم والعصابية نتيجة الالم المزمن لازم اشتغل عليه لو انا اشتغلت على الركبة بس وانتجاهلت الالم التغيرات المركزية اللي بتحصل مع الالم المرضي مش هاستريح او استريح راحة يا وقتية يا الا راحة مش كاملة فانا لازم اطلع البينجر نيوتر زي ما اتفقنا والباثولوجي ايه اللي بيحصل البينجر نيوتر ده تمام كده قلنا الالتهابات العصاب الطرفية قلنا القصور الشديد في الدورة الدموية والاصابات الشديدة طب ايه الاجراءات ان احنا بنعملها لعلاج الالم يعني انت يا دكتور انا بدأ خلاص احنا عارفنا المريض بيشتكي من ايه جاي اللي مثلا غضروف جاي اللي التهاب في العصب خلاص اخغطنا جاي لدكتور علاج الالم ده التشخيص اللي الدكتور محوله بيه او المريض جاي بيه انا عندي غضروف وظيفة الدكتور علاج الالم مش مجرد ان هو غضروف لا تناعاوز اطلع البينجر نيوتر المواضع اللي موجودها في الجسم المسببة للالم ايه المواضع المسببة للالم ان انا ابدأ اكشف عليه وزي ما اتفقنا هنطلع مكان الغضروف نفسه القناة العصبية جدور العصاب المصابة المفاصل الخلفية هنبدأ نعمل عليهم ايه دي الحاجة اللي بتسئل انت هتحقين لي ايه دكتور او هتعمل لي ايه في بعض العيانين وده طبعا هو ده علم علاج الالم بعض العيانين كل اللي محتاجه ان احنا مجرد ان احنا نعمل علاج طبيعي ادوية شوية ادوية بسيطة مع علاج طبيعي عشان نقوي ده بعد ما نكشف عن المريض ونعرف مشكلته ايه بعد كده نعمل عليك طبيعي وعليك طبيعي دي فراية سكتير حاجات تقويات وحاجات مضادة للتعبات وحاجات فك الشد العضلي ده بره التخصص علاج الالم الدكتور اللي لاجه الطبيعي اللي هياخد البرجرام ده فشل ده ببدأ انا بص العيان الحقانات بتدرج حسب درجة وشدة ومدة الالم وطبيعة العيان اللي عندها صغير في السن او كبير في السن حقن المخدر الموضعي ومضادات للتعبات حقن الاظون الطبي حقن البلازمة حقن الجلوكوز المركز او البلوروثيرابي حقن العمل اجراء التراضي للحرائي بانواع اللي اتفقنا عليها شفت جزء من نواة الغضروف تبخير نواة الغضروف حقن ولا الغضروف بين الديورة مطر او اللي بنسميها الام فوق الام الجافية حقن جزور الاعصاب حقن المفاصل الخلفية حقن على ساعات مريدة اقول له انا مش اقرب من القناة الشوكية خلص بنيش دعوة على الرغم ان انت عندك ظروف بس المشكلة الاساسية اللي عندك هو الشد العضري وبقر الالام العضلي هيدي المشكلة الاساسية اللي عندك حد اشتغل على عضلات والاعصاب البينية اللي ماشي في العضلات حقن المفصل العجز والحرقفي بحاجات كتير جدا زي ما قلنا حقيقة واختيار نوع الحقن الدكتور علاج الالم بيجي اللي ناس يقول لي احنا عاوزين انا عاوز احقن بلازمة غنيا بالصفحة الدموية اقول له لا هو الموضوع مش حاجة بقت مشهورة فهي دي اللي هتناسبك لازم هكشف عليك الحقن البلازمة يعني بعيدا على الطب احنا نتكلم بالمنطق دوقتي انا عندي مفصل المفصل ده يا جوال تهابات يا متأكل المفصل المتأكل اه هشتغل عليه بالطب التجديدي زي الخلاج جزعية البلازمة البلوروثيرابي الاوزون الطب طيب لو مفصل فيه التهابات شديدة البلازمة هتتعبك هتزود الامه هتعمل لي التهابات اشد فانا لازم هروح للدكتور وافهم منه ايه المشكلة وهو اختار الموديل اللي بتاع العلاج ده ليه محقن ليش البلازمة ليه رفض يحقن لي البلازمة وحقن لي حاجة تاني المريض بيبقى متخيل ان البلازمة دي بنام نفعة العيان معرفته او جاره او أخوه يبقى لازم تنفعه ده وظيفتي ان انا شخص الموضوع وشخص المشكلة اللي احنا انتفعنا عليها الباثولوجي او المشكلة اللي مع البنجينيوتر البنجينيوتر بتاع العيان ده او مولد الالم المفصل ده طب الباثولوجي ايه قصته ان المفصل ده فيه التهابات ولا فيه تآكل ده لي حاجة ده لي حاجة فيه مريض ده التآكل ده ليه دراجات الدراجات الاولى منه نحقن بلازمة لكن الدراجات المتأخرة البلازمة مش هجيب نتيجة ما خلاص المفصل التاكن نهائيا مش هجيب نتيجة هنبدأ نعمل التردر الحريع عشان نسكن الالم طيب بدأنا نعمل حقن البلازمة بدأنا نختار المودالتي بتاعتي زي ما قلت لحضراتكم طب تجديدي طيب علاج الالم اتفقنا فيه حاجة كثير جدا من حقن المضادات الالتهابات حقن المادة الجيلاتينية حقن عشان حافظ على غدوره حافظ على ما يتاكلش اكتر من كده احقن لقزون الطبي اعمل تردد حريع سواء داخل تجويف المفصل او على الاعصاب المغزية المفصل اعمل كرايو على الاعصاب المغزية المفصل ده بحيث ده بحيث ان انا نترجط المشكلة الموجودة للعيان فقلمه تتعلي زي ما قلنا احنا فضلنا في الحلقة ده ايه فضل طيب هنلخص سريعا الموضوع بتاعنا احنا كنا بنكلم النهاردة عن نشأة تخصص علاج للألم امتى المريض يروح لعلاج للألم وزي ما قلنا عشان اروح لعلاج للألم هما اربع حاجات واحد ألم شديد مش عاوز يستجيب لأي حاجة ألم مزمن غير مستجيب للأدوية او الأدوية مش نفع معاه واتكلمنا في القصة دي بالتفصيل واخر حاجة ما ينفعش معاه اي تداخل سواء جراحة او غيره فهروح لدكتوري الألم عشان يخلصني من الألم ده على قد يبزل معايا مجود عشان ساكل الألم الخدمات اللي بنقدمها سريعا زي ما قلنا العلاج ألم الظاهر والغضروف علاج فرق التعرق في اليدين والقدمين كسور الفقرات المنضغطة مش أي كسور علاج الألم العصب الخامس والحزام الناري علاج الألم الحدة في نهاية الحلقة انا بشكركم جميعا عن بشكركم عن على حسن الاستماع ولو في أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا على صفحة العيادة الفيسبوك او الواتس ايب او رقم العيادة للرد على أي استفسار وشكرا جزيلا وإلى لقاء آخر ان شاء الله شكرا